السيد الخامنئي ينظر بنور الله من خلال القوانين التي الله تبارك وتعالى سنها للتاريخ هذه القوانين قطعية لا تبديل ولا تحويل لها من يتمسك بها ينتصر لذلك عندما يرى الشعوب الإسلامية والإنسانية نموذجا بارزا مثل نموذج أنصار الله السيد الخامنئي يستفيد من هذا النموذج القرآني الإيماني ليغير لغة الخطاب في التحليل السياسي ويقدم نمط الحياة الإسلامية الحقيقي والصحيح للعالم تركيزا على هذه القواعد يقول الإمام الخامنئي حفظه الله إن أي شعب مؤمن بالله تعالى وبالوعود الإلهية سيكون النصر حليفه تماما حتما ومن هذا المنطلق فإن النصر لا شك سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم المجاهد يريد أن يقول هذا النموذج ليس مختصا للشعب اليمني بل هذه قاعدة إلهية هذا قانون هذه سنة إلهية من يتمسك بها مثل الشعب اليمني سوف يعصل على نفس الناس